يضع الزر الموجود فوق قبعة البيسبول لأغراض جمالية فقط بالمناسبة لهذا الشيء الصغير اسم يطلق عليه المحترفون اسمه سكواتشو وكانت وظيفته الأساسية تثبيت الألواح الأربعة للقبعة معا ومع تحسن صنع القبعات لم تعد هناك حاجة إلى تثبيت الألواح معا وأزيل سكواتشو لكن تغير مظهر القبعات بدونه لذا عاد بعد فترة وجيزة بسبب الطلب الشعبي لم تكن أحذية الكعب العالي في الأساس مخصصة للحفلات والمناسبات في القرن العاشر كان ركوب الخيل صعبا جدا بالأحذية ذات النعال المسطحة وكانت تسقط أقدام كثير من الفرسان من الركائب ساعد الكعب العالي في حل هذه المشكلة حيث جعل قبضة الحذاء أكثر قوة ثم ازدادت شهرته ولم يمضي وقت طويل حتى أصبح أكسسوارا من الموضة يناسب الملابس الأنيقة حتى لم يكن النبلاء يحبون الظهور بدون الكعب العالي كان ركوب الخيل مع كعب فاخر يعادل امتلاك سيارة رياضية فارهة ورغم أن الرجال هم من ارتدوا الكعب العالي بشكل أساسي في البداية إلا أن سيدات اخترنا هذه الموضة في القرن السابع عشر وأصبحت منذ ذلك الحين واحدة من أشهر الموضات في روما القديمة كان الملح ثمينا للغاية لدرجة أن الناس أطلقوا عليه اسم الذهب الأبيض استخدم الملح لحفظ الطعام خاصة اللحوم والأسماك نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وعدم وجود ثلاجات عدا عن كونه يطفي مذاقا لذيذا للأشياء واستخدم الصال وهو الملح باللغة اللاتينية بدلا من المال لدفع الرواتب ومن هنا يرجع أصل كلمة السالوري راتب بالإنجليزية الأرز هو أقدم غذاء مزروع في تاريخ البشرية كان في الأصل عشبة برية تنمو في واد صغير قبل حوالي خمسة عشر ألف عام في جنوب شرق آسيا ويقدم اليوم في جميع أرجاء العالم كغذاء أساسي ومكون شهير لأطباق ثلاثة ونصف مليار شخص سيكون من الصعب تخيل العالم بدون مكالمات الفيديو التي تجريها عبر هاتفك أو حاسوبك المحمول سعادت التكنولوجيا في ظهور ابتكارات غيرت قواعد اللعبة كإمكانية العمل من المنزل ومع ذلك فإن الغرض الأساسي لمكالمات الفيديو بعيد كل البعد عن الطريقة التي نستخدمها بها اليوم ابتكرت هذه التكنولوجيا للتأكد مما إذا كانت القهوة لا تزال في الإبريق في عام 1993 شعر باحثون في جامعة كامبريج بالإحباط عندما أخذوا استراحة لشرب القهوة فوجدوا إبريق التسخين فارغا لذا اخترعوا جهازا لمراقبته وربطوا كاميرا تزود جهاز الحاسوب ببث مباشر من إبريق القهوة بفضل هؤلاء الباحثين يمكننا العمل الآن ونحن نرتدي ملابس النوم نحن نعرف ألبرت أينشتاين بسبب العديد من إنجازاته ولكن هناك شيء ما شارك في اختراعه ولا يعرفه كثيرون قام أينشتاين مع تلميذه باختراع ثلاجة معدلة إنها ليست كتلك التي نستخدمها اليوم في عشرينيات القرن الماضي لم تكن الثلاجات أمينة تماما لأنها كانت تنتج غازات سامة أراد إنشاء نسخة أكثر أمانة لا تحتاج إلى كهرباء وبدون أجزاء متحركة وتحتاج فقط إلى مصدر حرارة للعمل لثوء الحظ لم يكن هناك تمويل كاف لذا توقف المشروع لاحقا في الخمسينيات من القرن الماضي أصبحت الثلاجات الكهربائية شائعة لكن في عام 2008 أعاد مهندسون من جامعة أوكسفورد إحياء هذا التصميم القديم ولا يزالون يعملون على ذلك ولكن بمجرد انتهائهم ستكون ثلاجة أينشتاين مفيدة للمناطق الريفية التي تفتقر إلى الكهرباء وللأشخاص الذين يفضلون العيش في الأماكن البعيدة لم يجعل تصميم لوحة المفاتيح بالنظام العشوائي كورتي الكتابة عليها أكثر سهولة ففي سبعينيات القرن التاسع عشر ابتكر كريستفور سكولز تصميما يضمن كتابة أسرع بمرتين ولكن نظرا لوجود الأحرف الشائعة لاستخدام بجوار بعضها البعض أصبحت الكتابة عليها سريعة جدا ما أدى إلى تعطل لوحة المفاتيح باستمرار مما دفعه إلى تطوير تصميم كورتي حينها أصبحت الكتابة بأسلوب النقر حيث يبحث الشخص عن الحرف ويكتبه ببطء لإصبع السبابة ومنذ ذلك الحين بقيت لوحات المفاتيح دون تغيير وتكيف الناس معها في العالم أجمع الطرف البلاستيكي لرباط الحداء عبارة عن غمد صغير ويعود استخدامه إلى روما القديمة بالطبع لم يكن لديهم بلاستيك في ذلك الحين حيث كانت تصنع تلك الأطراف من الحجر أو الزجاج أو المعدن يمكن للأترياء جدا تصميم أربطة لأحذيتهم بأطراف من معادن ثمينة كالنحاس أو الفضة ما الذي جاء أولا التلفاز أم جهاز التحكم عن بعد؟ التكنولوجيا التي تشغل جهاز التحكم عن بعد أقدم بعدة عقود في عام 1898 صمم نيكولا تسلا آلة للتحكم في الأجهزة الميكانيكية بموجات الراديو حاول في البداية بيع فكرة تشغيل جهاز موجات الراديو من خلال قوارب التحكم عن بعد لكن لم يظهر المشترون المحتملون أي اهتمام بالفكرة لقد كان متقدما على عصره حيث استخدمت أجهزة التحكم عن بعد في أجهزة التلفاز فقط عام 1956 اخترع المهندس بيرسي سبينسر صدفة شيئا رائعا وذلك عام 1945 كان يعمل على صنع صمام إلكتروني جديد الماغنطرون استخدم في أنظمة الرادار المبكرة وخلال عمله في المشروع وجد أن قطعة الشوكولاتة التي في جيبه قذابت ولتأكد من قدرة الماغنطرون على التسخين استخدمه على حبات الدراء التي تحولت إلى فشار ثم حاول اختباره بالبيض لكن سبب هذا الكثير من الفوضى فقام بشطف صفار البيض وبنى صندوقا معدنيا أبقى الطاقة بداخله ليصنع أول فرن مايكرو ويف في عام 1733 طلب دوك في إنجلترا من المهندس المعمري ويليام كينت صنع آلة نقل لأطفاله وافق ويليام وصنع أول عربة أطفال لكن لم تكن هناك حاجة إلى دفعها حيث لم يكن يوجد بها مقابض فكانت كعربة يجرها ماعز أو مهر صغير صنع عدد قليل فقط من هذه العربات لأنها كانت باهضة الثمن وبعد أكثر من مئة عام أي في عام 1848 أصبحت أول عربة أطفال بمقابض دفع متاحة وبأسعار معكولة غالبا ما تكون الشرطة مرتبطة بالدونث وهناك سبب حقيقي لذلك في الخمسينيات من القرن الماضي وفي الولايات المتحدة بالتحديد واجه الرجال الشرطة الذين عملوا في المناوبة الليلية صعوبة في العثور على أي مكان مفتوح لتناول وجبة خفيفة في منتصف الليل كانت محلات الدونت في هذا الوقت مملوكة للعائلات كانوا يعملون بجد طوال الليل يحضرون الكعكة الطازجة لليوم التالي كانت المتاجر معرضة للخطر في الليل وأصبحت العلاقة المثالية تغذية للشرطة وحماية إضافية للمحلات التجارية يعد تغليف الفقاعات وسيلة ممتازة للاسترخاء كما أنه مفيد أيضا لحزم الأغراض الهشة في عام 1957 قام مهندسان بلسق ستارتي دوش تحبسان فقاعات الهواء بينهما هكذا صنع أول بلاستيك تغليف فقاعي وكان الهدف من ذلك صنع ورق جدران ليس أملسا ولكن لم يحصلوا على النتيجة المرجوة في السوق وبعد فترة حاول بيعه كوسيلة لعزل البيوت البلاستيكية وفشلاء لكن تغير كل شيء عام 1960 عندما احتاجت شركة IBM إلى شحن أجزاء حساسة للحواسيب حيث كان بلاستيك الفقاعات مثاليا لتلك المهمة واستمر التعاون بينهم جعل استخدام الخرائط على هاتفك التنقل أسهل بكثير لكن في الماضي كانت الخرائط المحمولة القديمة هي الخيار الوحيد المتاح مما أدى إلى ظهور صناعة تنافسية لدرجة أن صانعي الخرائط قد يرسمون تجمعات سكنية وهمية لتجنب سرقة المنافسين لخرائطهم سميت هذه المدن الوهمية بمصيادة حقوق النشر ومع ذلك أصبحت إحدى هذه المدن الوهمية حقيقية رسمت أغلوي في نيويورك على الخريطة على يد شركة جنرال درافتينك كو قام صانع خرائط منافس آخر بوضع هذه المدينة في منطقته أيضا وظهرت مصيادة حقوق النشر لكن في المحكمة وجدوا أنه في عام 1950 تم بالفعل بناء مجر عام من هناك وافترض المالك أن أغلوي كانت منطقة حقيقية بناء على الخريطة لذا أطلق على المحل اسمها وهكذا لم يسجل أي انتهاك حيث أن أغلوي كانت حقيقية من الناحية النظرية وذلك بفضل المتجر العام في عام 1943 كانت فيستا ستاوت من إلينوي تعمل في مهمة إغلاق الطرود حيث كانت تعاني من استخدام الشريط الورقي الرذيء الذي سرعان ما يفسد عند تعرضه للبلد لذا طلبت من رئيسها محاولة صنع شريط لازق مضاد للماء لكنه تجاهل طلبها فكتبت رسالة إلى الرئيس روزفيلت حول فكرة صنع شريط أفضل لم تكتف بشرح مفهومها ولكنها زودته أيضا بتصميمات مفصلة الذي بدوره وافق على الفكرة وأمر بالتغييرات كان الشريط الجديد مفيدا جدا لنقل البضائع لدرجة أن الجميع طلبوا استخدامه ودأوا في بيعه في متاجر معدات الحاسوب لكن لم تكن المادة اللاسقة الموجودة على الجانب اللاسقة مناسبة لدرجات الحرارة الباردة والساخنة ما أدى إلى سقوط الشريط أحيانا ومع ذلك استمر الناس في استخدام هذا الشريط في كل شيء تقريبا يعد الجلد أكبر أعضاء الجسم وأسرعها نموا إنه قوي لكن مرن وهو حاجز مقاوم للمياه يحمين من العالم الخارجي لكنه مسامي يجدد الجلد نفسه ويساعد في تنظيم درجة حرارة الجسم ويقلل من فقدان الجسم للمياه وهذا ما ساعدنا في أن نكون ما نحن عليه اليوم إذ يفرز جلدنا الميلانين وهي صبغة طبيعية تحجب عنا الأشعة فوق البنفسجية الضارة ساعدت غدد عراقية خاصة أسلافا على تنظيم درجة حرارة أجسادهم عند السير لمسافات طويلة في ظروف قاسية غير مواتية تمتلك أجسادنا ما بين مليونين وخمسة ملايين غدة عراقية كلما كنت أنشط ستنتج تلك الغدد عراقا أكثر يعمل الجسد وفق آلية تتيح له التعرف على الوقت المناسب لتبريد الجسم حتى يمكنك مواصلة النشاط لا يتعلق التنفس بحركة دخول الهواء وخروجه فحسب بل يتعلق بالطريقة التي تفعل بها ذلك إذ يمكنها أن تؤثر فعليا على شكل وجهك إذا كنت تتنفس عبر الآن ستصبح عظام الوجنتين محددة بشكل جيد مع مرور الوقت وسيصبح وجهك أعرض أيضا لأن لسانك سيضغط بقوة على عظام الفك أما إذا كنت تتنفس عبر الفم لن يجد لسانك مكانا ليستقر فيه وستتغير بنية وجهك مع الوقت قد يصبح وجهك أكثر نحولا ولن تكون عظام الوجنتين واضحة إذا كنت تتنفس عبر الفم فمن المرجح أيضا أنك تميل برأسك إلى الخلف أكثر وبذلك يزداد ضغط محتوى الجمجمة في الجزء الخلفي من رأسك بطريقة تؤدي إلى تغيير وضعية جسمك إلى جانب شكل رقبتك ووجهك يعاني جيل الألفية الأشخاص الذين ولدوا بين عامي ألف وتسعمائة وواحد وتمانين وألف وتسعمائة وستة وتسعين من النسيان أكثر من الأشخاص الأكبر عمرا والسبب الرئيسي في ذلك هو المستويات العالية من التوتر لذا هدأ واسترخي الرئة اليسرى أصغر من اليمنى لأنها تتشارك المساحة نفسها مع القلب لا يمتلك البشر أسنانا كبيرة أو كثيرة مثل أسماك الببري إلا أن الباحثين اكتشفوا أنه بالرغم من امتلاك أسماك القرش أسنانا مغطاة بطبقة مينة قوية فهي ليست أقوى من أسناننا لدينا بروتين يلصق الأسنان ببعضها البعض مما يحمي السن بالكامل من التشقق إضافة إلى أننا لا نفقد أسناننا على غرار أسماك القرش لا تكون أسنان أسماك القرش مغروسة من جذورها داخل اللثة مثل أسناننا إذا تفقد سمكة القرش أسنانها بمعدل سن واحد أسبوعيا تقريبا هل تسألت من قبل لماذا لدينا أظافر؟ تتكون الأظافر من مادة الكيراتين البروتين الموجود في الفارو والمخالب والحوافر والشعر لكن أظافرنا مسطحة وعريضة عكس المخالب تحمي الأظافر أصابع أيدينا وأقدامنا من الإصابات وبفضل الأظافر يصبح لدينا دعامة قوية تساعدنا على الإمساك بالأشياء المختلفة وفصلها قد تجد صعوبة في نزع ملصط أو تجميع أجزاء أحجية دون أظافر تستخدم فصائل القردة المختلفة أقدامها أيضا لأداء مهمات مماثلة يعتقد العلماء أن الأظافر تطورت لدى الرئيسيات لتتمكن من إحكام قبضتها على الغصوم وإزالة القراد وغيرها من المهمات المماثلة يتوهج الجسد البشري في الظلام مما يعني أننا نمتاز بالضيائية الحيوية إلا أن ذلك الضوء أضعف ألف مرة من قدرة أعيننا على رصده لكن بإمكان حيوانات أخرى رؤية ذلك الضوء الخافت بسهولة عيننا حساسة للغاية ربما لم تحظى بالفرصة لاختبار مدى حساسية عينيك بسبب ذلك الضوء المحيط بك طوال الوقت تمثل الخلايا البشرية نسبة 43% فقط من إجمالي عدد الخلايا في جسدك والبقية مستعمرات لكائنات مجهرية وهذا يعني أنك تتكون بشكل كبير من البكتيريا والفطريات بعبارة أخرى إنك خليط ما بين الحمض النووي لجراثيم الأمعاء والحمض النووي الخاص بك أكثر العناصر وفرة في جسم الإنسان هو الأكسجين من نسبة 65% لكن يحتوي الجسم أيضا على الليثيوم والكوبالت والذهب واليورانيوم وأندرها على الإطلاق عنصر الراديوم في المتوسط يتثائب الإنسان عشرين مرة يوميا ويكون ذلك عفويا في بعض الأحيان مثل ما هو الحال عندما تكون متعبا لكنك تتثائب في أحيان أخرى عندما يتثائب شخص آخر بالقرب منك يعتبر العلماء ذلك نوعا من المعكاس الاجتماعي عادة عندما تقلد الحيوانات بعضها البعض فذلك لأنها تعتقد أنه أمر مفيد فتقرر فعله أيضا ويحدث ذلك مع البشر عندما يضع أحدهم ساقا فوق الأخرى أو يضحك أو يبتسم أو يتثائب ماذا كل قهوة الساخنة أفضل من القهوة الباردة تطلح مستقبلات براعم التذوق أكثر حساسية عندما يكون الطعام في نفس مستوى درجة حرارة الغرفة أو أعلى قليلا لذا تبدو القهوة الساخنة أقل مرارة لأن مستقبلات براعم التذوق سترسل المرارة بحساسية أكبر عندما تكون القهوة باردة لا تستهن بقوة الخنصر الصغير فبدونه تفقد يدك جزءا كبيرا من قوتها يتعاون الإصبعان السبابة والوسطى مع إصبع الإبهام في الإمساك بالأشياء أما الخنصر والبنصر فيمدان قبضتك بالقوة عظامك أصلب من الخرسانة بمقدار أربعة أضعاف وتعد عظمة الفخذ أقوى عظام جسدك بإمكانها تحمل ما يصل إلى ثلاثين ضعفا من وزن الشخص البالغ والأكثر غرابة هو أن عظامنا تتكون من مواد مركبة بما يعني أنها صلبة ومرية في الوقت نفسه تكون الطبقة الخارجية من الجلد أكثر سمكا في القدمين عن بقية أجزاء الجسم يمتلك القلب نظامه الكهربائي الخاص ويواصل النبض حتى عندما ينفصل عن الجسم متوسط عمر شعرة الحاجب حوالي أربعة أشهر نقضي أربعين في المائة من حياتنا وعيوننا مغلقة يكون معظم ذلك الوقت أثناء الدوم لكن لا تنسى أيضا حساب الوقت الذي ترمش فيه عيناك أو أثناء القيادة من نسبة لشخص بالغ يمثل الدم سبعة إلى ثمانية في المائة من إجمالي وزن الجسم وتمثل البلازما السائل حوالي خمسة وخمسين في المائة من الدم وتتألف النسبة المتبقية من خلايا الدم الحمراء والبيضاء والصفائح الدموية المسؤولة عن تخطر الدم لإيقاف النزيف لا يمكنك الابتلاع والتنفس في الوقت نفسه يمر الطعام الذي تبتلعه والهواء الذي تتنفسه عبر الجزء نفسه من الحلق أولا وبعد ذلك ينقسم الممر إلى المريء والقصبة الهوائية يوجد اسم لذلك الصوت الذي يصدر عن المعدة عندما تكون جائعا وهو القرقرة بإمكان ثلث الأشخاص تقريبا رفع أحد الحاجبين الأيسر أو الأيمن إنها طريقة رائعة لإرسال إيماءة طريفة إلى شخص يمزح معك لكن تظل القدرة على رفعك إلى الحاجبين بشكل منفصل أكثر ندرة إذا لم تكن ممن لديهم تلك المهارة فذلك لعدم قدرتك بعد على التحكم بالعضلات المناسبة وتحريكها لكن يمكنك تعلم تلك المهارة قث أمام المرأة وأمسك أحد الحاجبين بيدك وحرك الحاجب الآخر لأعلى وأسفل ثم فعل الأمر نفسه مع الحاجب الآخر سوف يساعدك ذلك على تعلم كيفية تحريك الحاجبين بشكل منفصل إذا كان بإمكانك العقوم رفقك بسهولة أو لم سساعدك بإمهامك تهانين إنك من بين فئة قليلة جدا من البشر لكن بعض الأشخاص يمتازون بمستوى مرونة على بكثير يطلق عليه فرط الحركة تسمح هذه الحالة لأصحابها بالتمدد إلى وضعيات جسدية غريبة على غرار التعابين مثل وضع الرأس بين القدمين أو ممارسة تمرين الجسر أو فتح الحوض بمختلف الوضعيات لكن في بعض الأحيان يكون فرط الحركة مصحوبا بالحساسية المفرطة لأن هؤلاء الأشخاص يمتلكون نخاعا مستطيلا أكبر وهذه المنطقة من الدماغ مسؤولة عن معالجة المشاعر يمتاز بعض الأشخاص بقدرة خارقة على السير في التقسي البارد مرتدين سراويل سباحة فقط بلا أي مشاكل يمكنهم الوقوف على التلج بأقدام حافية أو حتى السباحة في نهر متجمد أو خفرة جنيدية عادة لا يولد المرء متمتعا بهذه القدرة وإنما يعود أصحابها إفسادهم عليها لسنوات حتى يعتاد على تحمل البرودة الشديدة وبالتأكيد لا يفعلون ذلك فقط من أجل تصوير مقاطع الفيديو المذهلة هل تشعر بالدغدغة عندما تدغدغ نفسك؟ لن تشعر بأي شيء عادة إلا إذا جاءت الدغدغة من شخص آخر وذلك لأن منطقة المخيخ في الدماغ المسؤولة عن مراقبة الحركة ترصد الإحساس الناتج عن حركاتك وعندئذ ترسل إشارة إلى الأجزاء الأخرى من الجهاز العصبي لإلغاء تلك الأحاسيس لكن يمكن أن تشعر مجموعة نادرة جدا من الأشخاص بالدغدغة دون مؤثر خارجي إذا لم تكن من بينهم يمكنك تجربة لمس نسيج جديد لم تتعرف عليه الدماغ بعد أو استخدام أداة لتدليك فروة الرأس لمساعدتك على تحفيز أعصابك والاسترخاء قف أمام المرأة وافتح فمك واجرب لف جانبي لسانك للأعلى تجاه بعضهما البعض للحصول على شكل حدوة الحصان بإمكان ما بين 65% و 81% من الأشخاص فعل ذلك بشكل طبيعي غالبيتهم من النساء يعتقد البعض أنها قدرة فطرية يكتسبها المرء وراثيا إلا أن الدراسات الحديثة أظهرت أن بإمكان ما بين 65% و 81% من الأشخاص فعل ذلك بشكل طبيعي غالبيتهم من النساء يعتقد البعض أنها قدرة فطرية يكتسبها المرء وراثيا إلا أن الدراسات الحديثة أظهرت أن بإمكان الأشخاص تطوير تلك المهارة بالتدريب يطلق مصطلح خيشاري مودرا على إحدى ممارسات اليوغا وتعني لف طرف اللسان للخلف إلى داخل الفم هل يمكنك تحريك أذنيك عمدا؟ تهانينا بإمكان حوالي 22% من البشر تحريك أذن واحدة أما عن تحريك كلا الأذنين فبإمكان 18% فقط من البشر فعل ذلك كان تحريك الأذنين أمرا معتادا لدى أسلاف القدماء يعتقد العلماء أنهم كانوا قادرين على تحريك أذانهم بطرق مختلفة يطلق على مجموعة العضلات المسؤولة عن تحريك الأذن العضلات الأذنية لكننا لم نعد بحاجة إليها اليوم ومع ذلك يزعم البعض أن بإمكان أي شخص تعلم كيفية تحريك الأذنين إذ لا يحتاج الأمر سوى الوقت والممارسة وللأسف ما زلنا لا نستطيع اكتساب مهارة تحريك الأذن تجاه مصدر الصوت كما تفعل القطة والكلاب يرى بعض الناس الألوان كأحرف وأرقام أو حتى أنهم يسمعونها فيمكن مثلا لأولئك الذين يعيشون بالقرب من الدائرة القطبية الشمالية تسمية درجات مختلفة من الثلج لأن هذا ما يرونه طوال الوقت أما بالنسبة للآخرين إن لونه أبيض فقط بعض اللغات لها أسماء عامة للألوان فقط على سبيل المثال تشير كلمة داكن إلى درجات الألوان الرائعة مثل الأسود والأزرق والأخضر وتسمى الألوان مثل الأبيض والأحمر والبرتقالي والأصفر بأنها ألوان دافئة تعالج عينك المزيد من أشكال الألوان الأكثر دفئا أكثر من الألوان الأكثر برودة هناك قبيلة في أستراليا تصف الملمس ووظيفة الكائن وكيف يبدو بدلا من لونه ليس لديهم أي أسماء للألوان على الإطلاق ليس لدى عائلة كاندوشي التي تعيش على ضفاف نهر الأمازون في فيرو كلمة تصف مفهوم اللون ذاته فبدلا من ذلك سيتم استخدام اسم بعض الطيور الصفراء لوصف اللون الأصفر وأي فاكهة ناضجة تشير إلى لون الأحمر والفاكهة غير ناضجة لوصف اللون الأخضر الداكن يفقد الكثير من الناس قدرتهم على إدراك بعض الألوان مع تقدمهم في السن فبحلول سن السبعين تقريبا تصبح عدسات عيونهم صفراء هذا الفلتر الأصفر الطبيعي الذي ينظرون من خلاله لا يسمح لهم بالتمييز بين الأزرق والأرجواني والأصفر من الأخضر نصف دماغك مرتبط بمعالجة المعلومات المرئية ويتبقى جزء أصغر بكثير لإدراك النكهة هذا هو السبب في أن لون الطعام أو الشراب يمكن أن يعزز أو يحد من شهيتك ستختار دائما التفاحة الأكثر حمرارا لأن عقلك يدركها على أنها أحلى أنواع التفاح وأكثرها نطجا لا توجد أطعمة زرقاء بشكل طبيعي لذا فأنت أقل جذابا إليها ويمكنك حتى الخوف منها هذا هو السبب في أن تركيب ضوء أزرق في ثلاجتك أو تناول الطعام من الأطباق الزرقاء طريقة رائعة لتناول كمية أقل ستختار دائما الفواكه والخضروات الأكثر إشراقا في لونها لأنها مرتبطة بنكهة أكثر ثراءا إن تناولها يجعلك تشعر بأنك أكثر صحة وسعادة يمكن أن يعزز اللون الأصفر شهيتك عندما تربطه بالطاقة والإثارة ويمكن أن يخدعك الأبيض لتناول المزيد من الطعام وإلى اهتمام أقل إلى نوعية ما تتناوله هذا لأن الطعام الأبيض يبدو أكثر ضررا من حيث السعرات الحرارية إذا كنت تأكل من طبق أبيض فمن المرجح أن تفرط في تناول الطعام لأنه يجعل الطعام يبدو أكثر إشراقا يتذكر دماغك أيضا لون تغليف الطعام فإذا وضعت رقائق الملح والخل في عبوة الجبن والبصل فقد لا تلاحظ حتى الاختلاف في النكهة أثناء تناول الوجبات الخفيفة تعرف شركات الأغذية أنك ستأكل أكثر مما يبيعون عندما يأتي بألوان ونكهات مختلفة يمنحك اللون الأحمر الشجاعة والقوة للعمل البدني واللون الأصفر يجعلك أكثر سعادة وإنتاجية وثقة ويجلب اللون الأخضر التوازن والإنسجام إلى بيئة العمل تحب عيناك أيضا هذا اللون فهي لا تحتاج إلى وقت للتكيف معه أما البرتقالي فيمنحك إحساسا بالراحة والدفء لذا فهو مثالي لردهة المكتب مثلا ترى الطيور والأسماك والعديد من الثديات أطياف الألوان بأكملها بكل درجاتها تماما مثل البشر بالنسبة لبعض الحيوانات تعتبر رؤية الجيدة للألوان أمرا بالغ الأهمية فبدونها لن تفرق بين الفاكهة الحمراء الناضجة والفاكهة الخضراء غير الناضجة عندما نتثائب نستخدم عضلات الفم واللسان ويمكن أن يضغط التلامس على بعض الغدد المنتجة للعاب ونتيجة لذلك قد نرش تيارا صغيرا من اللعاب دون حتى أن نلاحظه كان لدي صديق في الكلية يمكنه فعل ذلك ما تشاء كان ذلك رائعا اتضح أن اللعاب في الأساس عبارة عن دم مصفة تتم معالجة الدم بفضل غدد خاصة وتنتص خلايا خاصة خصائصة بعد ذلك يتحول الدم إلى لعاب الأشخاص ذو الشعر الأحمر يمثلون واحدا من إجمالي البشر واثنان في المئة من البشر لون شعرهم أشقر بشكل طبيعي نعم معظم الأشخاص الذين تراهم بألوان الشعر هذه لديهم شعر مصبوغ الأسود هو لون الشعر الأكثر شيوعا في العالم تتأثر ذاكرتك بوضع جسمك على سبيل المثال من المرجح أن تتذكر موقفا لو احتفيه لشخص ما إذا وقفت ولو احتله مرة أخرى ويتفق معظم العلماء على أن الدموع التي تظهر بسبب المشاعر هي سمة إنسانية فريدة فلا يوجد حيوان آخر قادر على البكاء بسبب الحزن أو الفرح ويضيق بؤبؤ العين ويتوسع من أجل التحكم في الضوء الوارد إليه إذا كان هناك الكثير من الضوء فإنه يضيق الممر الخاص بالضوء حتى لا يضر بالرؤية أما في الظلام فيتوسع البؤبؤ لالتقاط أكبر قدر ممكن من الضوء اللسان لديه الكثير من العضلات وبعضها يمكن أن يجهد فقط عندما تتعلم لغة جديدة غالبا ما تصيب عضة الإنسان بالعدوى وذلك بسبب كل البكتيريا التي تعيش في أفواهنا وبهذا الشكل فنحن قريبون جدا من الضباع تم تصميم عظامك لتستخدم كثيرا يوميا ويمكن أن يتحمل بعضها ضعف أو حتى ثلاثة أضعاف وزن جسمك هذا مثير للإعجاب لكن أسنانك ستبهرك أكثر فحتى لو قمت بتنظيفها بالفرشات مرتين يوميا ولم تنس أبدا غسول الفم فإن فمك يظل أحد أقدر أجزاء جسم الإنسان تعيش داخله ملايين البكتيريا والخبر السار هو أن معظم هذه البكتيريا مفيدة للجسم وتحميه من البكتيريا والفيروسات المضرة في الصباح أنت أطول من المساء حيث أنك أثنى أنهم لم تعد تتأثر بقوة الجاذبية ويتمدد عمودك الفقري من المؤسف أنك تصبح أقصر نهارا أما عن لعبة الأفعوانية فتقذف أعضائك لذلك عندما تشعر بأن معيدتك تتساقط إنها في الواقع تنقلب داخل جسمك هل تعتقد أن بصمات أصابعك هي الشيء الوحيد الفريد في جسمك؟ حسنا ليس كذلك بصمة لسانك ورائحتك هي أيضا فريدة من نوعها فإذا شمك أي شخص فهذا سبب كافي لترتاب فيه وإذا تم شد كل أوعيتك الدموية في خط واحد فهذا سيؤلمك لكنها ستدور حول نفسها أكثر من مرتين إنه عمل رائع لن تراه لأنه حسنا لا يمكنك العيش بدون الأوعية الدموية يرتبط وجع الأسنان والصداع ببعضهما البعض وذلك بسبب العصب الثلاثي التوائم حيث يمر من خلال الفك الأيمن إلى الرأس لذلك عندما تشعر بألم في الأسنان فإنه عادة ما يترافق مع ألم في رأسك وتفقد سعرات حرارية دون فعل أي شيء حرفيا النوم الصحي لمدة ثمان ساعات على سبيل المثال يجعلك تفقد ما يصل إلى ثمانمائة سعرات حرارية ونعم أنت تنفق الطاقة أثناء تناول الطعام يمكن لأي شخص أن يظل بدون طعام لأكثر من عشرين يوما ومع ذلك إذا لم تنم لمدة عشرة أيام فسيتوقف جسمك ببساطة عن العمل وبالحديث عن النوم فالشخص العادي ينسى تسعين في المئة من أحلامه وربما يكون هذا أمرا جيدا وبخلاف ذلك تخيل مدى جنون العالم يتأثر لون أحلامك بالتلفزيون الذي شاهدته عندما كنت طفلا إذا كنت من جيل أكبر يشاهد التلفاز بالأبيض والأسود فسترى أحلاما أحادية اللون في كثير من الأحيان أما إذا كنت معتادا على التلفزيون الملون فستكون أحلامك ملونة أيضا من بين كل عشرة ألاف شخص على وجه الأرض هناك شخص واحد تنعكس أعضاؤه أو تنعكس عن أوضاعهم المعتادة أي أن كبدهم سيكون مائلا أكثر على الجانب الأيسر وستكون الكلية اليمنى أعلى قليلا من الكلية اليسرى الأشخاص ذو العيون الفاتحة زرقاء أو خضراء هم أفضل في تحمل الألم من ذو العيون الداكنة يعتقد العلماء أنه قد يكون ذلك مرتبطا بالميلانين الذي يؤثر على لون العين طول قدمك مماثل لطول ساعدك لا تصدقني اذهب وتحقق من ذلك بنفسك سأنتظر هنا نه نحن البشر لدينا سبعة ثقوب كبيرة في أجسامنا فمنا وأذاننا وأنفنا وأعيننا وكما تعلمون بالأسفل مرحبا نحن أستراليون نحن أيضا طارة إذا كنت تبحث في علم الهندسة الرياضية خاتم بشري أو دونت أو عوامة ناجا أو حتى كعك باجل يم لا تنس قصها لنصفين بجدية بعد حساب المسام في بشرتك وباقي الأشياء الدائرية سيكون هناك ملايين الثقوب أو تريليونات منها على الأرجح بقرة مقدسة نحن مقدسون تقوم الأجسام بإلقاء الإشعاع الحراري على شكل كمية ضئيلة من الضوء هذا الضوء أقل وضوحا ألف مرة من الضوء العادي لذا فأنت لست شعلة حتى الآن تنفس بعمق من خلال أنفك يمر الهواء من فتحة من خار واحدة فقط في كل مرة وتتناوب فتحتي أنفك على فعل ذلك فالمشاركة تعني الاهتمام تخبرنا أدمغتنا عندما تتألم أجسادنا لكنها لا تستطيع الشعور بالألم أصلا لا توجد مستقبلات للألم في الدماغ هذا الشعور بارتفاع معيدتك هو ما يحدث بالفعل انتظر كل إنسان له رائحة فريدة باستثناء التوائم المتطابقة يتشاركون في الحمض النووي نفسه والرائحة نفسها بصمات أصابعنا ليست فقط لكشفنا للشرطة إذا ارتكبنا خطأا ما تسمح النتوءات الموجودة على بشرتنا بالتمدد لمنع الضرر وتحسين حسن اللمس عندما تكون خائفا فيمكنك أن تصبح أقوى بكثير مما كنت عليه من قبل ربما لا تستطيع رفع سيارة بقوة لكنك لن تشعر بالألم أو الإرهاق بسرعة المعتادة أيضا ستحتاج إلى قطرة من السائل وطابعة ليزر ثلاثية الأبعاد من أحدث الطراز وبضع ساعات من العمل لتتمكن من صنع أصغر سبينر على الإطلاق سيكون عرضها أصغر من شعرة وقد تمكن الباحثون في مختبر أوكريج الوطني من فعل ذلك تماما في الواقع لا يضاف إلى بسكويت أوريو المزدوج حشوة مزدوجة قام مدرس الرياضيات بوزن عشر حبات أوريو عادية وعشر حبات أوريو مزدوجة وعشر حبات من بسكويت أوريو ذو الحشوة الضخمة فتبين أن الأوريو ذو الحشوة المضاعفة محشو بمقدار 1.86 فقط فلفل تشيبوتل ليس نوعا خاصا من الفلفل بل هو فلفل الهلبينو القديم الجيد يطلق على الهلبينو المجفف والمدخن اسم تشيبوتل الأكسجين في شكله الغازي عديم اللون والرائحة ولكن عندما يكون صلبا أو سائلا يصبح بلون أزرق باهث بعد أن يعلق النجم في التقبل الأسود يتمزق هذا النجم نتيجة قوى الجاذبية الهائلة وتندفع بعض أجزاء بقايا النجم نحو التقبل الأسود ويقذف ما تبقى منه والذي يكون على شكل تدفق من البلازمة بقوة تصل إلى مئات السنين الضوئية قرر العلماء منذ وقت ليس ببعيد إعادة رسم شجرة عائلة الديناصورات لأول مرة طيلة 130 عاما يبدو أنه كان لابد من تجميع نوعين من الديناصورات معا منذ البداية وهذين النوعين هما سحليات الورك آكلة اللحوم مثل التيرانوسور والديناصورات النباتية ذات الورك مثل ستيغوسورس يمكن للجمل أن يشرب قرابة 30 جالون من الماء في أكثر من 10 دقائق بقليل تخزن هذه المياه في مجرى دم الحيوان أما الحضبة الدهنية فهي توفر الغذاء للجمل عند وجود القليل من الطعام حوله تستخدم بعض الحيوانات البحرية مثل السالمون أو السلاحف المجال المغناطسي لكوكبنا لتجد طريقها إلى المنزل لا تساعدك رئتك على التنفس فحسب تنتج خلايا الدم أيضا وهي الخلايا المسؤولة عن التخثر الذي يوقف النزيف تصنع الرئتان أكثر من 10 ملايين من هذه الخلايا الدقيقة في الساعة الواحدة هناك حرفان فقط لا يظهران في الجدول الدورية وهما جي وكيو قم بتدوير الكرة عندما تسقطها وستطير في الهواء أثناء السقوط تعرف هذه الظاهرة بتأثير ماغنوس ويمكنك رؤيتها على أرض الواقع في رياضات مختلفة كالتينيس أو البيسبول الأناتي دايفوبيا هو الخوف من أن بطة أو إوزة تراقبه ليس بالضرورة أن يكون هذا الشخص يخشى البطة أو الإوز ففي معظم الحالات يكره هؤلاء الأشخاص الشعور بأنهم مراقبون وقد وصف هذا الرهاب لأول مرة في قصة مصورة ساخرة لإظهار أن الإنسان قد يخاف من أي شيء يمكن لأي شيء أن يسبب رهابا للبشر كتلك البطة التي تراقب تحركاتك قد تكون حلوى الفاكهة المفضلة لديك لامعة لأنها مغطاة بالشمع الكرنوبي تحتوي العديد من الفواكه وخاصة التفاح على طبقة رقيقة من هذا الشمع أيضا لا يجعل هذا الشمع الحلوى والفاكهة لامعة فحسب ما يجعل سيارتك لامعة أيضا تبدو فاكهتي الخوخ والنكتارين مختلفتين لكنهما في الحقيقة الفاكهة نفسها تقريبا فإذا كان الجين الزغب هو السائد سنحصل على الخوخ وإن لم يكن كذلك سنحصل على النكتارين ذو القشرة الملساء الغربان بارعة في التعرف على وجوه الناس وقد وجد أنها تتذكر الناس لفترة طويلة قد تكون هذه صفة إيجابية أو سلبية وتعتمد في الأساس على لطفك معها فأنت لن ترغب بلقاء غراب يكن لك الضغينة وربما لن يكون من السهل تحديد الغراب اللطيف لذا من الأفضل تجنبها والتعامل معها بالغطفة يقام في مدينة يورو بأمريكا الوسطى حدث سنوي يعرف باسم مطر الأسماك وليس لسكان المحليين حرية المشاركة في هذا الحدث ففي كل عام في شهر مايو أو يونيو تتعرض المدينة لعاصفة مطيرة غزيرة مخلفة للكثير من الأسماك في الطرقات يعتقد أن سبب هذه الظاهرة هو الشاهقات المائية أو الأعاصير المائية التي تسقط الأسماك بعيدا عن البحر توصيل مجاني للمأكولات البحرية أجل من فضلك يطلق على الخيط الواحد من السباكيتي على شوكة الطعام اسم سباكيتو في اللغة الإيطالية يعني الحرف آي في نهاية الكلمة أنها بصيغة الجمع بينما تعني أو صيغة المفرد وينطبق على جميع الأنواع مثل النيوكو بدلا من النيوكي فيتو تشينو بدلا من فيتو تشيني ورابيولو لقطعة واحدة من الحلوى يمكن للماء أن يتجمد ويغلي في الوقت ذاته يطلق على هذا اسم النقطة الثلاثية هذا عندما تكون المادة صلبة وسائلة وغازية في نفس الوقت لكن هناك ضغط ودرجة حرارة واحدة فقط يمكنهما تحقيق ذلك اعتدنا على أن تكون صلصة الرانش بيضاء لكن في الواقع يضيف المنتجون عادة ثاني أكسيد التيتانيوم لجعلها بيضاء كالكريم الواقي من الشمس يضيف منتج الكريمات الواقية من الشمس القليل من ثاني أكسيد التيتانيوم إلى منتجاتهم أيضا ويفعلون الشيء ذاته مع صلصة السيزر والجبن الأزرق في الماضي كان للقمر غلاف جوي حدثت عدة انفجارات بركانية على قمر الأرض قبل حوالي أربعة مليارات سنة فانبعتت كميات هائلة من الغاز تريليونات الأطنان وكانت كثيرة لدرجة أن الغاز لم يكن لديه الوقت الكافي للهرب إلى الفضاء وهكذا تشكل الغلاف الجوي يسخن الماء البارد بسرعة أكبر من الماء الساخن تعتمد سرعة هذه العملية على اختلاف درجة الحرارة بين السائل ومحيطه هذا لأن الماء البارد يحتاج إلى وقت أقل لامتصاص الحرارة لكن هذا لا يعني أنه سيغلي أسرع من الماء الساخن زيلانديا هي قارة غارقة في المحيط الهادئ وغالبا ما توصف بأنها جزء من قارة أو شبه قارة صغيرة تبلغ مساحتها حوالي ثلاثة ملايين ومائتي ألف كيلو متر مربع قرابة نصف مساحة الولايات المتحدة لقد غمرتها المياه قبل حوالي ثلاثة وعشرين مليون سنة نيوزيلاندا هي الجزء الأكبر من زيلانديا الذي لا يزال فوق مستوى سطح البحر لا يزال البشر يتغيرون تتبع العلماء الملايين من العيوب في الجينات البشرية وتبين أن بعض الجينات الضارة يتم ترشيحها ببطء وبثبات من الحمض النووي البشري يظهر وميض النجوم نتيجة الاضطراب في الغلاف الجوي للأرض الذي يجعل ضوء النجوم يتحرك في اتجاه مختلف قبل أن يصل إلى عينيه مما يجعل الضوء وكأنه يهتز يستغرق الماء ألف عام لإكمال رحلته المستمرة حول العالم تعرف العملية برمتها باسم الحزام الناقل المحيطي العالمي البيزموت معضن أبيض هش ولامع مع خطوط وردية اللون إذا قمت بتذويبه ثم تركته يبرد ببطء شديد ستتكون باللورات مكعبة متقزحة الألوان تلون حلوى سكيتلز واماديمز بالخنافس تصنع صبغة الطعام الحمراء من الكارمين المصنوع من الخنافس الكرمزية أحمر الشفاه الأحمر مصنوع من هذه الخنافس أيضا فالصخور والمعادن وغيرها من الأشياء التي يتكون منها الكوكب مكدسة في الأرض بإحكام في أماكن معينة أكثر من أماكن أخرى ولهذا عواقب مفاجئة تختلف الجاذبية قليلا حسب مكان وجودك والارتفاع كتأثير أيضا لذا إن كنت على قمة جبل إيفرست فسيكون وزنك أيضا أقل بقليل لا تنظر للأسفل لدى أحد العلماء نظرية مفادها أن هناك مادة كانت موجودة في الميكروبات القديمة قبل ظهور الكلوروفيل وهو الشيء الذي يجعل النباتات خضراء على الأرض تعكس هذه المادة ضوء الشمس على هيئة ألوان حمراء وبنفسجية تتحد لتكوين اللون الأرجواني إذا كان هذا صحيحا فربما كانت الأرض الفتية تعج بمخلوقات غريبة أرجوانية اللون قبل ظهور كل الأشياء الخضراء يصبح طعم التفاح أفضل عندما يقطع لأنه يتعرض للأكسجين ينشط الإنزيم المسمى بوليفينول أوكسايديز المسؤول عن النج والتحول إلى اللون البني يحدث الشيء نفسه عندما تضرب تفاحة يدخل الأكسجين التفاحة من خلال شقوق صغيرة وتبدأ في النج هل تحب الشوكولات البيضاء؟ حسنا في الواقع هي ليست قريبة من الشوكولاتة الحقيقية إنه في الأساس خليط من السكر والحليب والفانيليا وزبدة الكاكاو زبدة الكاكاو غير كافية لصنع الشوكولاتة يجب أن تحتوي على سائل أو مسحوق الشوكولاتة المنطج الوحيد الذي لا تنتهي صلاحيته أبدا حتى لو لم تقم بتخزينه في الثلاجة هو العسل يملك العسل درجة حموضة منخفضة والكثير من السكر وهذا ما يمنع الكائنات الحية المسببة للفساد أن تعيش في العسل إذا تلامست قطعتان من نفس النوع من المعدن في الفضاء فإنهما تلتسطان ببعضهما البعض لا يحدث ذلك على الأرض لأن الماء والهواء يفصلان القطع عن بعضها يكون الناس أكثر صدقا عندما يكونون متعبين تكون معظم الاعترافات في المحادثات التي في وقت متأخر من الليل يقوم رجال الإطفاء عادة بإطفاء اللهب باستخدام الماء الرطب إنه ماء ممزوج بعوامل ترطيب خاصة وهي مواد كيميائية تساعد الماء على امتصاص الأشياء وانتشاره في كل مكان بسهولة أكبر الشامس نجم متوسط الحجم ومع ذلك يكافئ حجمه حجم مليون وثلاثمائة ألف أرض وبوزن يبلغ ثلاثمائة وثلاثة وثلاثين ألف ضعف وزن الأرض تمكن الأشخاص من تهجئة رسائل البريد الإلكتروني باستخدام شفرة مورس منذ عام 2004 وذلك عندما تمت إضافة رمز جديد إلى الشفرة لأول مرة يطلق على الرمز في الواقع اسمه كومات ويتكون من إشارتي A و C مع عدم وجود فاصل بينهما اشتركوا في القناة